في إنجاز رياضي جديد يضاف إلى سجل لمملكة البحرين الحافل حققت العداءة سلوى عيد المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 400 متر للسيدات ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024 لتحرز لمملكة البحرين الميدالية الأولمبية الثانية في باريس بعد ذهبية العداءة ونفرد يافي في سباق 3000 متر موانع للسيدات واجأ هذا الفوز الكبير وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية وعدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي والإداري هذا وقد أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد عن خالص التهاني والتبركات إلى جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مشيدا سموه بالدعم الذي تحظى به الحركة الرياضية من القيادة الحكيمة والذي قاد إلى تحقيق هذا الإنجاز في أكبر حدث رياضي في العالم أعرب سموه عن ساعدته البالغة بهذا الإنجاز مشيدا بالجهود التي بذلتها العداء سلوعيد لتصعد إلى منصة التتويج بكل جدارة واقتدار أضاف سموه أن فوز سلوعيد هو ثمرة للجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الحكيمة في توفير الدعم اللازم لتطوير الرياضة البحرينية وتحقيق الإنجازات على الساحة الدولية أهدى سموه هذا الإنجاز إلى جلالة الملك المعظم وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعمهما المستمر وتوجيهاتهما السديدة التي أسهمت في تحقيق هذا النجاح الكبير وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن تحقيق هذا الإنجاز يعكس التطور الباهر الذي تعيشه الرياضة البحرينية وما تحظى به من اهتمام ومتابعة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وجهود الاتحادات الرياضية المشاركة ومن بينها اتحاد ألعاب القوة متمنيا لباق الرياضيين في الأولمبيات التوفيق والنجاح ومن جانبه رفع سمو الشيخ خالد بن حمد خليفة تهني والتبركات إلى جلالة الملك المعظم وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء معربا سموه عن اعتزازه بالدعم الذي يلقاه القطاع الرياضي من القيادة والذي قاد إلى تحقيق العديد من النجاحات الرياضية آخرها فوز العداء سلوعيد بالميدالية الفضية وعبر سموه عن اعتزازه بدعم سمو الشيخ ناصر بن حمد وتواجد سموه في باريس لمؤزرة فريق البحرين والوقوف بجانب اللاعبين استمرارا لدور سموه في رعاية الأبطال والبطلات الأمر الذي كان له بالغ الأثر لدى أعضاء الوفد البحريني هذا وكانت البطلة البحرينية سلوعيد ناصر قد أحرزت الميدالية الفضية في سباق أربعمائة متر للسيدات لتهدي مملكة البحرين الميدالية الثانية في أولمبياد باريس الفين وأربعة وعشرين وتوجد سلوا بالميدالية الفضية بعدما أنهت السباق في زمن بلغ ثمان واربعين ثانية وثلاث وخمسين جزءا من الثانية وبهذا الفوز رفعت سلوعيد البالغة من العمر ستة وعشرين عاما رصيد المملكة من الميداليات في الألعاب الأولمبية إلى ست ميداليات وهي المرة الثانية التي تشارك فيها سلوعيد بطلة العالم عام 2019 في الألعاب الأولمبية بعد ريو دي جانيرو 2016 وكانت البطلة البحرينية ونفريد ديافي قد أحرزت الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع سيدات يوم الثلاثاء الماضي